السلام عليكم ومخباركم ايه يا رب تكونوا بخير متابعين الاعزاء النهاردة جاين لكم بعد وقت فيه فيديو جامد جدا كن بلا ما تنسوش تدعمونا في الخير ما تنسوش تعملو لنا اللايك وشير ما تنسوش تكتبو لنا رأيكم ايه في الكومنتات تعال ايلا بينا نشوف بسرعة ايه المفاجأة اللي احنا محضرنا نهاركم النهاردة في رسمة بيانية جديدة في الكيبي اي اتشار لو عايزين نعمل رسمة بيانية نفس الشكل ده يعني بمجرد ما اكتب النسبة الموية زي كده هيطلع النتيجة بالشكل اللي احنا شايفينه وهيبدأ يتحرك المؤشر معايا على حسب النسبة اول حاجة لازم افهم نفسي ان الرسمة البيانية دي بتتكون من 3 مؤشرات او 3 حاجات اول حاجة عندي المؤشر اللي فوق اللي هو السهم الصغير ده التاني حاجة المؤشر اللي هو المدرك بالالوان ده تالت حاجة المؤشر المدرك بالارقام اللي عندي دوت طيب انا عشان اعمل حاجة زي كده هفتح شيت جديد اول حاجة هفتح شيت جديد طبعا ما انساش ان انا لو باشتغل عربي اقلب الصفحة بتاعتي شيت رايت ليفت من قيمة اسمها بيج ليهوت على كده نشوف طيب بعد ما عملت شيت رايت ليفت اول حاجة هكتب نسبة التارجت اللي انا هشتغل عليه نسبة التارجت طيب دي اللي هي النسبة اللي اتحققت النسبة اللي اتحققت اللي المؤشر هيتحرك عليها وليكن هفترض خمسين في المية طيب لازم اخو ببال ان انا عندي حاجة اسمها المؤشر طيب وبعد المؤشر عندي حاجة اسمها المدرج او اعمل المدرج الاول والمؤشر طيب ايه هو المدرج هي الارقام اللي موجودة تحت اللي كانت موجودة في الرسمة البيانية اللي احنا كنا عليها طيب انا هعمل المدرج بتاع عشرة في المية عشرة في المية طيب انا عشان اعمل المدرج بتاع عشرة في المية محتاج يكون عندي عشر اه خلايا من نفس العشرة في المية دي فانا همشي كده لحد حرف الكي تمام بمجرد ما همعلم عليهم هيظهر لي هنا يقول لي ان هم مية في المية ودول عشرة تمام طيب ايه الفكرة تاني انا عملت المدرج اللي هو من صفر لحد مية في المية كان لازم اعمله عشرة في المية متقسمة على العشر خناف جميل جدا انا دلوقتي عايز اعمل المؤشر اللي هو السهم بتاعي زي ما شفنا قبل كده في الرسمة البيانية اللي قبل كده الخاصة بين البيانية لو انت ما شفتش الفيديو ده هتقدر تلاقي اللينك فوق للفيديو اللي بيشرح اللينك متى ريتشارت وده اللي هو خاص بعداد السرعة هتلاقي ان احنا كنا بنعمل المؤشر بطريقة مختلفة شوية هاجي هنا وهاجي اقول له ان المؤشر بتاعي بيساوي الخمسين في المية دي ناقص ناقص كام الرقم اللي هيكتب في الخلية دي طيب ايه هو فكرة ان المؤشر بتاعي هيبقى خمسين في المية ناقص تاني انا عايز السهم بتاعي يظهر على علامة الخمسين في المية وعلشان السهم بتاعي يظهر على خمسين في المية لازم اقول له ان نسبة التارجد اقل من خمسين في المية وان فيه هنا مؤشر هيبقى موجود وهقول له ان المؤشر ده هيتحسب على اتنين تاني الفكرة هي للحزبة دي حزبة سابتة علشان تقدر طلع لك نتيجة سليمة ومزبوطة هنتأكد عليها في الرسمة البيانية بتاعتنا طيب انا بيقول لي ان هو بيساوي خمسين في المية طيب احجي هكتب هنا نسبة المؤشر بتاعي هتبقى تلاتة في المية من الرسمة تلاتة في المية من الرسمة يعني لو الراجل ده عامل خمسين في المية الرسمة بتاعته هتطلع لحد تسعة واربعين في المية والسهم بتاعي هيظهر في الواحد في المية اللي هو هيبقى موجود الخمسين في المية يعني هيبقى السهم واقف على نسبة الخمسين في المية بعد كده بجي اقول له ان بقية المؤشر هيبقى بيساوي مية في المية ناقص وافتح القوس واقول له تسعة واربعين زائد تلاتة في المية اللي موجودة جنبها واقفل القوس كده انا فاهمتوا ايه ان مجموعة الاتنين دولة ناقص المية في المية يبقى بقية المؤشر بصوا اينا قال لي تمانية واربعين في المية ونص طبعا هلغي الاسفرة العشرية دي ويبقى عندي بالشكل دوت الشكل بتاعي جميل جدا هاجه هبدأ اشتغل ازاي هعلم على المدرج والمؤشر بس ده اللي انا هستخدمهم وهقول له insert وهختار من الرسمة اللي قال clustered او column chart هنزل السهب وهقول له ان انا عايز الbar chart انا مش عايز الbar chart الاساسي لول clustered انا عايز الbar chart اللي هو الاستاكد اللي هم فوق بعض جميل جدا كده طلع لي الرسمة البيانية دي انا عايز ان الرسمة البيانية المؤشر والمدرج المدرج بتاعي اللي هي الالوان والمؤشر بتاعي اللي انا هستخدم منه العلامة البرتغوني دي بس طيب هبدأ اشتغل عليه ابدأ اول حاجة همسح السيريس اللي موجودة وهبدأ امسح البيانات خاصة بالمؤشر والمدرج وعايز اشيل الخطوط اللي هي الgrade lines اللي موجودة في الرسمة البيانية طيب انا عايز الرسمتين يبقوا على بعض عشان اقدر اعمل حاجة زي كده اعلم عليهم الشكل ده وهاجي اقول له من فورمات فورمات سيليكشن هيطلع لي المجموعة من الادوات اللي موجودة عندي دي سواء فيه 2010 او 2013 هبدأ استخدم الجاب وايد دي وابدأ اقللها لحد ما تبقى 0% لاحظ ان الرسمة باقب بالشكل ده ممكن اصغرها شوية عشان تبقى مستطيلة معايا بالشكل ده طيب لاحظ ان من دروقتي بص كده 50% بص حطة المؤشر البرطاني بتاعي في العلمان بنص انا دروقتي محتاج ازبط المدرج اللي تحت لاحظ ان هو بيمشي 0% 40% 60% وهكذا انا عايز احوله ل10% كل بيان طيب حدوس عليه واجه اقول له فورمات سيليكشن يقول لي المينيمم بتاعي 0 والماكسيمم بتاعي 1.2 يعني ان الماكسيمم بتاعي 120 لا هقول له الماكسيمم بتاعي انا عايزه 1.02 لاحظ ان هو برضو راجع تاني عمل الشغل بتاعي مزبوط وبقت العلمة بتاعتي قريبة جدا من 100% ولكن هو بدأ من 0% 0.18% انا هحوله 0 كذا بدأ يبدأ معي مزبوط من اول 0 لحد 100 وفيه هتة بسيطة اللي هي 100 و 12 هنا الميجر بيقول لي 0.2 يعني بيمشي 20% 20% انا هقول له لا انا عايزه يمشي 0.1 يعني 10% 10% لاحظة هو بدأ يشتغل معي 0% 10% 20% 30% وهكذا لحد 100% عايز بقى المدرج او العلامات اللي كانت موجودة هنا هنزل شوية تحت بالسهم هلاقي حاجة اسمها تيك مارك ودي مهمة جدا ممكن تشتغل بها في الرسومات البيانية تيك مارك ان انت تقوله ان انت عايز تعمل تيك مارك يعني علامات تفصيلية وبتنزل السهم وتقوله outside شايفها حط علامات بالشكل اللي موجود قدامي على كل 10% طيب انا كمان لا عايز اللي ما بين العشرات في المية دي دي يبقى فيه علامات فهقول له برضو minor وهقول له outside كده باقت الرسمة بتاعت المدرج بتاعتي جاهزة اول حاجة هبدأ اعملها ان انا اصفق الرسمة البيانية بتاعتي فانا اول حاجة هدوس عليها اللون الازرق دوس عليها مرتين اللي هي الbar دي وهقول له من الفورمات chip fill يبقى no fill كده انا شلت اللون بتاعتي انا لما دست على اللون ده الرصاصي اهو اللي هو الجزء التاني وده بنتكلم على باقية الرسمة البيانية انا مش عايز للجزء الاولين اللي لاتتسعة واربعين في المية الاولين ولا التسعة واربعين في المية التانين انا عايز التلاتة في المية اللي في النص فانا حطيت التلاتة في المية دي كلها وعملت الحزبة دي كلها علشان يبقى فيه قبلها وفيه بعدها بحيث ان كل ما يزيد التارجد بتاع الموظف البيانات دي تتزق الجوه خالص عند المؤشر كمثال لو انا اخترت هنا سبعين في المية ودرست انتر لاحظ ان سبعين في المية دي هتزق السهم بتاعي او المؤشر بتاعي التلاتة في المية لحد علامة السبعين في المية واللي باقي التسعة وارشين في المية هي اللي هي موجودة هنا بعد التلاتة في المية ده باقية المية في المية باقية الرسمة البيانية بتاعتي كده انا بدأت اصبط الرسمة البيانية بتاعتي مصبوط. هعلم على اللون ده. لاحظ انه معلم على مربعين. انا هدوس مرتين هنا. وهقول له من فورمات عايز ان الشبفل بتاعي يبقى جميل. انا كده علمت على الشكل بتاعي وخفيت المؤشر بتاعي. نسبة التارجت وبقية المؤشر اللي هو العملية الحسابية اللي احنا عملناه اللي هي مية في المية ناقص المؤشر ناقص تلاتة في المية. جميل جد. هبدأ اغير الالوان بتاعك كل واحدة منهم. هدوس على الازرق دي. وهحول الشبفل بتاعها للون الاحمر الغامق. وبعد كده دي مرتين هي. هتأكد ان انا داس عليها بس. واعلم على اللون الاحمر ده. وهنا نفس الكلام هبدأ اغير الالوان. طبعا انت بتحدد الالوان اللي انت عايزها. طيب مهم جدا ان انت تحط تدريج الالوان علشان تكون انت فاهم ايه التدريج ده بيؤشر لايه. طيب جميل جدا. انا عايز اشيل المؤشر ده وحوله لسهم. هروح على قيمة insert. خالص insert. وهختار من illustration. هختارها يسميها shapes. لو انت الفين وعشرة هتلاقي كلمة shapes دي موجودة جاهزة. اختار المسلس ده. طبعا حاول ان انت اختار المسلس بتاعك وترسمه بشكل يكون شبه المؤشر. هروح اقوله ان انا عايز الship في البتاعي يكون باللون الاسود ويكون مفيش outline. هقلب المسلس بتاعي. الشكل ده عشان يكون هو ده المؤشر بتاعي. هدوس عليه control x. وارح اقف على المؤشر اللي في النص ده مرتين. اقوله control v. لاحظ ان هو شال. العلامة اللي في النص وحطها وحط مكانها المسلس اللون الاسود. دلوقتي جاء وقت ان احنا نحط المؤشر درجته كام او كام في المية. هدوس على السهم ودوس click mean واقول له add data label. هيتطلع بيها. وادوس عليها وحرك الحد فوق. الزبط كده. هكبر الخط شوية. اعملها bold. هبدأ اصبطها ثانية اهو. طيب. لاحظ ان مكتوب تلاتة في المية. ودي نسبة المؤشر. لكن انا عايز اغيرها اخليها النسبة بتاعة التارجت. هروح لشريط formula bar او شريط المعادلات وادوس عليه وقول له بيه ساوي. طبعا وانا متأكد ان انا دايس على الايه? النسبة هنا. معلم عليها. وراح اقول له نسبة التارجت وادوس اوكي. لاحظ انه هيحول النسبة اللي كانت موجودة لنسبة التارجت. طيب. تعالي كده نغير كده نخليها عشرين في المية. ندوس انتر. لاحظ ان هو حرك السهم وخليها عشرين في المية زي نسبة التارجت. طيب. لو انا عايز بقى اخفي المؤشرات دي او البيانات دي. لو مساحتها او عملت لها حزف او عملت لها حتى كل الكلام ده هيبوز. ممكن اعملت لها ده اختفتها تماما. وهغير اسم وممكن اكتب وممكن طبعا اختار زي ان انا احط ضغر الخلفية بتاعة الرسمة البيانية بتاعتي دونها رصاصي. وممكن ان انا احرك كلمة وحركها واخليها هنا في الجنب كده. ممكن اعمل لها تكبير الخط. واخليها بقى. وبكده يبقى انا اتعلمت زي اعمل رسمة بيانية جديدة للكي بي اي. وسميها كي بي اي تشارت غير الاسبيد ميتور تشارت. ما تنسوش تدعمونا في الخير. ما تنسوش تعملونا لايك وشير. ما تنسوش تعملونا كومنت. وتكتبوا فيه ايه رأيكم في الفيديو ده. مستنين رأيكم. مستنين رددكم. مستنين في الفيديوهات الجاي. شكرا لكم.